الآن أبنائي يغرد يهمل يحمل يصبح ماذا نسمي هذه؟ إنها أفعال ما نوع الفعل هنا؟ هل هو ماضي؟ لا إنه مضارع لكنه ماذا؟ مجزوم إذن هذه نسميها أفعال مضارع رعا مجزوم طب ما سبب جزم هذه الأفعال؟ سوف نرى هنا في الأمثلة ألف عامر لم هل تذكرون ما هي؟ حرف جزم إذن حرف جزم الفعل المضارع يأتي بعدها مجزوم بالسكون طبع عامر لم 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 يهمل إذن هنا يجب أن يكون الفعل المضارع مجزوم بالسكون ليه؟ لأنه سبقها لم الجازمة الطفل الطفل لم أيضا حرف جزم لم يحمل فعل مضارع مجزوم بالسكون إذن الأفعال المضارعة ثلاث فعل مضارع مرفوع بالضم اللي هو في الحالة الطبيعية فعل مضارع منصوب بالفتحة إذا جاء قبلها حرف نصب وفعل مضارع مجزوم إذا جاء قبلها أداة جزم زي لم لم أداة جزم الآن حسام لم هنا أداة جزم لم في البحر لم يسبح بحر فعل مضارع مجزوم العصفور ولم يغرد يغرد إذن فعل مضارع مجزوم بلم بسبب وجود لم قبل الفعل المضارع تمام الآن التمرين السابع أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة على نمط المثال معلمة هذا اسم وفي عندي ألف وتاء أصبحت معلمات لنشاهد يا أبنائي هنا ماذا اسمينا هذا هذا الجامع جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم بماذا ينتهي بألف وتاء ليش اسمه سالم لأنه سلم من التكسير لاحظوا بقيت الكلمة محافظة على ترتيب أحرفها وعلى وجود الأحرف لكن التاء المربوطة أصبحت ألف وضفنا تاء مبسوطة فإذن معلمة جمعها معلمات جمع مؤنث سالم هذا نوع الجمع هو جمع مؤنث سالم لأنه خاص بالمؤنث هذا اسم مؤنث معلمة اسم مفرد مؤنث وهذا جمع مؤنث سالم مهندسة جمع المؤنث السالم مهندسة ليش اسمه سالم لأنه سلمة من التكسير لم تتكسر الكلمة ولم نضف لها أحرف زيادة في الوسط ضفنا في الآخر ألف وتاء والألف بدل التاء المربوطة والتاء هي للجمع طبيبات اسم مفرد مؤنث جمعها طبيبات طبيبات ممرضة ممرضة جمع مؤنث سالم عاملة عاملة إذن نسمي هذا الجمع جمع مؤنث سالم جمع المؤنث السالم هو جمع خاص بالاسم المؤنث أسماء المؤنث اللي بتنتهي بتاء مربوطة تحدثنا عن اسم المؤنث إنه بنتهي بتاء مربوطة لما أجمعه التاء المربوطة بتصير ألف وبعدين منضيف تاء مفتوحة سالم لأنه سالم من التكسير لاحظوا بقية الكلمة محافظة على ترتيبها وعلى أحرفها الآن أبناء لنفتح الكتب صفحة 74 أملأ الفراغ في الفقرة الآتية مما بين القوسين من إلى في على عن نسميها أحرف الجر هذا التمرين بني هو واجب عليك حله إذن هذا التمرين واجب أن تقوم بحله تضع حرف الجر في المكان المناسب طبعا بعد حرف الجر لاحظ ماذا نسميه اسم مجرور لاحظوا دائما بعد حرف الجر يأتي الاسم مجرور بالكسرة دائما الحرف الجر بعده اسم مجرور بالكسرة هذا التمرين واجب الآن أكتبوا صفحة 75 أعيد كتابة الجمل منتبها إلى الكلمات الملونة ترجمة نانسي قنقر